مشاهدين الحديث عن الدعاوى القضائية التي تعتزم حملة الرئيس ترامب رفعها والأرضية القانونية التي تستند إليها ينضم إلينا الأستاذ سايب راكاش أستاذ القانون وزميل مركز ميلر في جامعة فرجينيا أستاذ ما هي الأرضية القانونية لكل ولاية وهل هناك برأيك هامش لأن يعيد المشهد الانتخابي عن رئيس ترامب نعم كما فسرتم للتو بيجدارة للمشاهدين الأسس لهذه الطلبات المتعلقة بإعادة الفرز تقررها قوانين كل ولاية كل ولاية لديها قوانين خاصة بالانتخابات وهذه تكون الأسس المتعلقة بالمقادات أما أن تغير هذه الشكاوى نتيجة الانتخابات فعادة الرأي هو أنه لن يتمكن رئيس ترامب أو حملة الرئيس ترامب من تغيير نتيجة الانتخابات عبر هذه الشكاوى هي استراتيجية مثيرة للاهتمام من قبل لحملة الرئيس ولكن لا أعتقد أنها ستؤدي إلى تغيير النتائج قانونيا يحق طبعا للرئيس ترامب الذهاب إلى المحكمة وتقديم الأدلة أو الطعن في عدد من الأصوات ولكن هنا السؤال إذا أتت النتيجة المحاكم القضائية أو الأحكام القضائية غير ما يريدها الرئيس ترامب هنا ماذا يحصل قانونيا؟ طبعا الرئيس عندما يقول أن وسائل الإعلام لا تقرر نتائج الانتخابات ولكن ما هو صحيح هو أنه لن يقرر أيضا نتائج الانتخابات هناك عملية تصويت وأحيانا هناك أيضا تصويت وعملية فرز في الكونغرس وهناك أيضا تصويت المجمع الانتخابي والبعض في الكونغرس قد يرفضون النتيجة ولكن ما أتوقعه أنا بعد أن ترفض القضايا هو أن يعترف الكونغرس بفوز بايدن الرئيس يمكنه أن يتكلم عن رأيه أمام المحاكم أن يرفع قضايا أن يتكلم لرأي العام ولكن أنا لا أرى أن ذلك سيؤدي إلى نتيجة أستاذ القانون في ولاية أو جامعة فيرجينيا الأستاذ ساي براكا شكرا جزيلا على هذه المقابلة